الدرس عشرة رمز المجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع رمز المجموعة إذن دعونا نبدأ ونستكشف معا استكشف وضعت ليلى كل مجموعة في علبة وأغلقتها ثم تساءلت كيف ستميز أمها بين محتويات كل علبة دون أن تفتحها أساعدها كي تميز أم ليلى كل علبة وما بداخلها سنقوم برسم عنصر من كل مجموعة على كل علبة يرمز إلى المجموعة التي ينتمي إليها لنتحصل في النهاية على مجموعتين الأولى مجموعة الخضروات والثانية مجموعة الغلال أتدرب 1- أربط كل مجموعة باللافتة الموافقة لها 2- أرسم الرمز المناسب لكل مجموعة 3- المجموعة الأولى متكونة من مجموعة مثلثات إذن نرمز لها بمثلث 3- المجموعة الثانية تضم مجموعة من المربعات لذا نرمز لها بوضع مربع 3- المجموعة الثالثة تتكون من مستطيلات إذن الرمز المناسب لها هو المستطيل 3- أكون مجموعات وفق كل رمز 4- المجموعة الأولى المجموعة الأولى تتكون من عدد أختاره من المساطر 5- المجموعة الثانية تتكون من فراشات 6- المجموعة الثالثة تتكون من مجموعة من الكريات الصغيرة 5- أوظف 1- أكون مجموعات وأربطها باللافتة المناسبة 6- مجموعة المساطر 7- مجموعة الفراشي 8- مجموعة الأقلام 8- أقيم 9- أنجز عفيف التمرين على النحو التالي 10- أصلح الأخطاء التي ارتكبها عفيف 10- سنصلح إذن الأخطاء التي ارتكبها عفيف 11- ونبكي الصحيح منها كما جاء به صديقنا عفيف 11- أبداً ترجمة نانسي قنقر